السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد و اليوم رح نستعرض معكم الآيباد إير الجيل الخامس تقدرون نقول أخو الجيل الرابع رح نتكلم لكم حين عن الفروقات بس عن من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس بأنه أصلاً يعني هو يعتبر نفس الجهاز لكن كبداية بعضكم إياها البداية قبل ما نخلص الموضوع إذا كنت عندك الجيل الرابع و داخل تشوف هذا الفيديو علشان تعرف هل تشتري الجيل الخامس أو لا أنصحك من البداية لتشتري إذا كنت عندك الجيل الرابع لتشتري إلا بعض النقاط اللي رح نتكلم لكم عنها الآن لأن الفيديو صمس نتكلم عن النقاط الاختلاف بيني بين الجيل الرابع وتعرف أنت بكيفك مع أني أتوقع أنك ما يحتاجه لكن البداية الجيل الخامس نفس الجيل الرابع بالضبط الذاكرات نفس الشي 64 و 2650 الأشخاص اللي يبون 128 لأسف ما فيه لازم تأخذ الآيباد برو الأشخاص اللي يبون 50 و 12 في الآيباد برو وان تيرا في الآيباد برو فهنا 64 أو 250 عندك الخيرين حجم الشاشة 10.9 يعني اعتبر 11 إنش نفس اللي باد برو 11 إنش ما فيه فرق فالأكسيسوريز كلهم اللي باد برو الماجيك كيبورد الفوليو العادي الكيبورد أو الكفر الكيس غصدي أي شيء يركب علي أي قطعة أو أي كيس لحق اللي باد برو 11 إنش يركب على اللي باد اير الجيل الرابع والجيل الخامس نحط يعني نجي للرابع إذا عندك كيس يركب على الجيل الخامس هذا اللي باد اير نجي لحق المعالج بأن المعالج يقفزة قوية بين الجيل الرابع في الـ A14 هناك معالج الآيفون 12 و 12 برو و 12 برو ميكس هنا الأمون معالج الآيباد برو 11 إنش و 12 إنش أو هو الأصل معالج اللابتوبات أبل يعني أساس معالجات اللابتوبات الأبل في الماكبوك إير في الآيماك 24 إنش في الماكبوك برو 13 إنش هذا المعالج موجود هناك أبل حطيتها في الآيباد اير هل تحتاجها؟ إلى الآن ما تحتاجها لكن إذا جيت تشتري الجهاز الآن أتمنى أنك تشتري تحاول أنك تشتري الآيباد اير الجيل الخامس ما تشتري الآيباد اير الجيل الرابع إذا كنت رح تشتري لحق 5 سنوات 6 سنوات في المستقبل الآيباد اير الجيل الخامس رح تحس بفرق في المستقبل يعني لو أنكم مثلا اخوان مثلا واحد رح شارع الجيل الرابع واحد شارع الجيل الخامس بعد ثلاث سنوات راح تحسن مفرق الجيل الخامس راح يشوف الجهاز النموي راح فيه سلاسة وكل شيء اللي شار الجيل الرابع راح يحس فيه وكي الآن بدأ الجهاز شوي قل بدأ الجهاز ما يستخدم الاستخدام الطبيعي لأشياء اليومية تشوف انه صار تيقيل فأتمنى اذا كنت تشتري مثلا في متوسط الآن اشتر لك الجيل الخامس وراح ان شاء الله تتخرج من الثانوي والجيل الخامس شغل معك زي الحلاوة وبرضو الرام بان الجيل الرابع كان فيه الـ A14 فأربعة جيجا رام هناك الاشخاص اللي بتكلم عن الرام لا تحس بفرق ولا تشتري حق الجهاز عشان فرق الرام لكن الجيل الخامس هذا فيه ثمانية رام الـ 264 جيجا فيهم ثمانية جيجا رام ما راح تشوف فيه فرق في الاستخدام ممكن في المستقبل قبل تيبي تحد الأربعة رام يمكن الـ iOS مثلا 18 في المستقبل iOS 19 إذا نزل على الجيل الخامس راح تحس بفرق كبير بين الجيل الخامس والرابع هناك شوى رامات أفضل البرامج قامت تحسن هناك قامت تاخذ الـ 8 جيجا رام في المستقبل أن أبل افتحها تحين 8 جيجا رام يقدرون برمجين يستخدمونها في البرامج فالمستقبل راح تحس بفرق لكن الآن ما راح تحس بفرق كاميرا المامية أوكي فيه فرق أخيرا الآن الـ iPad Air هذا صار فيه الكاميرا الأمامية 12 ميجابيكسل أخيرا الآن جميع الـ iPad Air المجوجة في السوق اللي أبل تبيعهم فيهم 12 ميجابيكسل في الكاميرا الأمامية أو فيهم السنترستيج الجيل الرابع الكاميرا المامية كان 7 ميجابيكسل وما فيها سنترستيج إذا كنت توقع لحق دراسة راح تستخدم الزوم تستخدم الفيستايم بتكلم فيه سنترستيج حلوة و11 ميجابيكسل توقع لحق مكلمات فيديو ما راح تحس بفرق وصنت تدور لكن حلوة ممتازة وفيه الألتروائد الكاميرا فهذه الأشياء الفرقات بينهم كمعالجات كقوة وبرضو في 5G الجيل الخامسة الآن في 5G في سب سيكس مش المليمتر ويف لا سب سيكس مش 5G المليمتر ويف لا سب سيكس وكي ممتاز وبرضو الـ USB فمثلا إذا شهرت الجهاز هذا محتار بين 64 أو 250 وانت بتأخذ لحق دراسة يعني بس مشاهدة أفلام لو بتحمل مثلا نتفلكس بتشاهد ما راح تحمل فيه أفلام في نتفلكس الـ 64 راح تكل فيك لكن راح تنضغط يعني بعد أربع سنوات راح ينضغط الجهاز ينضغط كثير مرة فاتأخذ 250 أنا بالنسب لي أي شخص على طول أنسخة في الـ النسخة شنهو؟ أنا بالنسب لي أي شخص على طول أنسخة في الـ 256 إلا إذا قال أنا ما راح أحمل شيء بحمل برنامج واحد بس تحك كتابة PDF بس كتابة كده أوكي 64 وتقدر برضو بالذاكرة الخارجية لأن الحين USB-C هذه في الـ iPad Air الجيل الخامس أسرع مرتين من الـ iPad Air الجيل الرابع في الـ USB-C فتقدر مثلا تشتري لك هاردسك خارجي فلاش USB-C تحط فيهم مثلا الأفلام تشاهد فيهم تحط فيهم مثلا مقاطع فيديو لأشياء تقدر تشاهد فيهم هناك أو إذا صار في ممتلك الجهاز حقك تحطهم في الذاكرة هناك ملفات ما شونهو في فلاشة خارجية أو تستخدم فهذه كل الميزات الجهازي إلى الآن يشتغل على 10 ساعات ما فيه فرق بينه وبينه بعد الغديم 10 ساعات في الاستخدام الطبيعي ويجيكم مثل ما قلتك شريحة أو بس واي فاي كيفك يعني تاخذ شريحة رح يكون فيه شريحة واي فاي أو واي فاي بكيفك ما رح تكلم مكالمة عادية فيه إذا كان عندك آيفون تقدر تشبك عليه الحركات على الإيكلاود عشان تشبك عليه المكالمة العادية لكن أخذ أنت كأنه عندك جهاز لابتوب وفيه شريحة شو بتسوي فيه شريحة في اللابتوب انترنتك كثير شي ويدعم العشرين واط مثل ما نعرف حنا فهذه الأشياء الجهاز بيجي بالألوان بيقول لكم اسمها أبل سبيسي غري البينك البربول البلو ستارلايت اوكي شمعنات ما هذه الرمادي الوأدي بنفسها جيل أزرق نقدر نقول الذهبي كذا الاربعة ستين نبدأ سعرها من ستمية دولار ومتين وستة خمسين بسبعمية وخمسين دولار وانتب كيفك بتقدر تبدأ من الواي فاي بسبعمية دولار أو أنه بشريحة تكون بسبعمية وتسعة واربعين دولار بس هذا كل شيء هذا الجهاز وكل شيء أنا بالنسبة لي مثل ما قلت لكم الشخص اللي راح يشتري الأيباد إيرا الآن ويبي يستمتع فيه في الألعاب ممتاز طبعا ما فيه المية وعشرين هيرتز إذا تابعي المية وعشرين هيرتز الخيارات موجودة اشتر الأيباد برو يعني إذا هذا ما فيه ما يحتاج الذمة فيه جهاز ثاني موجود من أبل تقدر تروح تشتري تابعي الأيباد إير يكون فيه ميوشن هيرتز قير كلمة الأير وحط برو واخذلك 11 إنش نفس الحجم نفس كل شيء الحلول لنه نفس الحجم يعني يمكن ما تقول أوه لا أبي أنا نفس حجم الأيباد إير ما أبي الحجم الكبير لا هناك نفس الحجم الأيباد برو 11 إنش نفس الحجم فيه سبيكرات أفضل هناك برضه وفيه تندربورت هناك مش يوسبيسي العادية وفيه المليمتروي فيه الكلمتر في أمريكي طبعا وفيه كامرتين وفيه لايدار هناك يعني فيه أشياء ثانية هناك أقوى فكيفك أنت عندك الخيارات وندك كل شيء العالم مفتوح ونت تختار كل شيء طبعا الاخراج الحق الفيديو هذا رح يكون على الأيباد إير ممتاز أنا أسوي اخراج على الأيباد برو 32 إنش لكن الأيباد إير أقدر أسوي إخراج نفس المعالج نفس كل شيء وثماني قيقرام ما أحس بفرق بينه وبين الـ 12 وبينه وبين الـ 16 رام لأن في الأيباد برو إذا أخذت 512 أو وين تيرا رح يكون عندك 16 جيجا رام هناك ما يفرق الـ GPU وCPU هنا 8.8 2.8 ما أحس بفرق لكن حجم الشاشة شوي أصغر بالنسبة لي أنا أستخدم 2.9 إنش هناك في الأيباد برو مع الميني لد مع الأشياء دي الحجم الشاشة الكبيرة هنا 10.9 أشخاص رح يعجبهم أنا بالنسبة لي ما يعجبني بسبب أن أحب الشاشة الكبيرة بس كتفضيل حق الشخص بس ففي هذه الفيديو لا تنسوا نشتراك في الغناء واشتراك في حساب بإسلام شارك شيرو بلوطكم وانتظروا للمراجعة كاملة لحق لإباد هذا وبس السلام عليكم